قال الدكتور إحسان العوادي عضو اللجنة التحضيرية لملتقى قمات بغداد الإقليمية قال إن اللجنة استكملت جميع الإجراءات الفنية واللوجستية لعقد القمة يوم السبت المقبل أكد العوادي خلال تصريح خاص لقناة زاكروس أكد أن التحضيرات شملت مراسيم استقبال الضيوف وتنظيم العمل الإعلامية شكلت العديد من اللجان عالية المستوى لتنظيم الاستقبال وأمان المؤتمر وحفظ كافة السياقات واللياقات هذه اللجان موزعة بين الأمور اللوجستية والبروتوكولية والأمنية والصحية إضافة للجنة السياسية هذه اللجان أدت مهامها بالفترة الماضية واستكملت إجراءاتها والآن الأمور على أهبة الاستعداد من لحظة وصول الوفود في المطار من موضوع الاستقبال إلى موضوع الخدمات الأرضية ومن ثم الأسبقيات والوصول إلى مكان عقد المؤتمر وإقامة المؤتمر إن شاء الله بأمن ومن ثم مغادرة الوفود كل اللجان أدت وعملت ونظمت واجتهدت في الأيام الماضية ونعتقد أن الأمور إن شاء الله ستظهر المؤتمر بشكل يليق بالبلد المستضيف الذي هو العراق ستكون هناك شرح وتوضيحات حقيقة للأمور اللوجستية والإدارية والتنظيمية والبروتوكولية الأمنية والصحية وما شابه ذلك في هذا اللقاء وكذلك قد يكون هناك تطرق لبعض أهداف وجوانب المؤتمر الاستكمالاً للمؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث بإسم بغداد يوم أمس لذلك نعتقد أن هذه المادة مهمة للسادة الإعلاميين في الوسائل الإعلام المختلفة وكذلك لتنوير الرأي العام لتنوير الرأي العام بما هي المؤتمر والسعدادات للحكومة ترجمة نانسي قنقر